المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ينتقد في بيان صادر عنه الحوار الوطني الشامل الجاري بقصر المؤتمرات في نواكشوط منذ أسبوعين ويصفه بالأحادي وقال البيان إن الحوار الجاري يعرض مصير البلاد للخطر وإن المنتدى لن يترك ما وصفها بالأياد التي عبذت بحاضر البلد تعبذ بمستقبله وإنه سيقاوم بقوة ما سماه الانقلاب على الدستور ودع المنتدى القوى الوطنية إلى إحباط ما سماها المحاولة الرامية إلى استمرار الحكم الحالي بأي شكل من الأشكال سواء عن طريق مأمورية ثالثة أو غيرها وانتقد المنتدى تصريحات ناطق رسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين والشيخ معتبرا إياها والحوار الجاري طرقا لباب المأمورية الثالثة داعيا إلى مسيرة رافضة لذلك سينظمها نهاية شهر كتوبر الجاري وكان المنتدى قد بدأ مع انطلاق أعمال الحوار الوطني مشاورات مع الأحزاب المقاطعة للحوار خصوصا حزب تكتل القوى الديمقراطية كما التقى الرئيس الدوري للمنتدى سفيري الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بنواكشوط لشرح الموقف من الحوار الجاري ويقول المنتدى إن موريتانيا بحاجة إلى حوار من أجل تجاوز ما يصفها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قال إن البلاد تعيشها ويتهم النظام بعدم الجدية في الحوار من خلال عدم تقديمه ردا مكتوبا على الممهدات التي سبق وأن تقدم بها فيما يتهم النظام والأغلبية الداعمة له المنتدى بعدم الجدية واستباق نتائج الحوار من خلال التقدم بشروط يقول إنها كانت ينبغي أن تكون نتائج لا ممهدات